اللهم صل و السلام و بارك على سيدنا محمد و على اهل و اصحاب و اجمعين ازيك و حبيب قلب اغبارك و عاملين ايا رب و كلكم بخير و بصحة و سلام النهاردة بإذن الله هنتكلم عن البطر بيقفل ريش والناس كتير جدا و كلموني و قالوا يا مشاهد يعني ايا بيقفل ريش احنا اول مرة ربي هم انا عرفش يعني ايا بيقفل ريش النهاردة هنتكلم بإذن الله عن البطر بيقفل ريش و ازاي ان انت تهتم بيه علشان يقفل معاك بسرعة و محصلوش اي مضعفات زي مثلا الافتراس او الكسحة او اي حاجة ميد هنتكلم في كل حاجة النهاردة تخص البط و هوريكو كمان عشان انت عوزين مني عملي البط اللي بيقفل ريش شكله عامل ازاي والبط اللي بيقفل ريش بيبقى شكله عامل ازاي طبعا دورة البط اللي حضراتكو شايفينها دي بسم الله ما شاء الله دي من الدورات اللي مقفلها معايا ريش تمام كده بس طبعا عشان هنتكلم في كل حاجة تخص النهاردة تقفير ريش للبط بس عايز اقولك لو انت اول ما رشوفي القناة ياريت تنزل تشترك فيها و اتفعل الجراز على الكل و ما تنسيش تحط لايك للفيديو و كدعم مني كل القناة يكون جزاكر الله كل خير بصها بنات انا عاوز اقولكم حاجة طبعا بنات كتير جدا ما اتعرفش انها تربي او انها لسه مضطرقة لسه بدء ان هي تدخل تربي بط مثلا او انها طبعا غلاء الاسعار خلى الناس كلها بدأت تجيب حتى لو هي هتجيب كميات بسيطة جدا انها تربيها فالنهاردة باذن الله هقولك كده زي ان انت تعرف البط المقف في الريش او يبدأ زي في مرحلة التريش بتاعته صلى على النبي كده عليها افضل الصلاة والسلام و تعالوا نشوف معنا احنا هنعمل ايه بس الاول نشوف الخلطة اللي احنا عملناها للبط بتاعنا شكلها ايه طبعا زي ما قلتلكو في البداية انا هنا طبعا البط اللي عندي بيقفل ريش والبط اللي هو لسه ما قفلش طبعا زي ما قلتلكو انا بحط لهم رز مسلوء او بوائي رز موجودة عندي وعيش وعدف تمام اللي موجودة عندي بحطه بصراحة اذا كان رز او عيش تمام كده فانا هنا البط صغير دوت البط اللي ما قفلش لسه ريش لو انتم لاحظين هتلاقوا لسه الأجنحة بتاعته والضهر بتاعه ولسه ما قفلش ريش يعني لسه بيبدأ لسه بيبدأ ان هو يقفل معاي يا ريش فاحشان كده هتلاقوا الضهور بتاعته او شكل البط نفسه مهوش مكتمل الريش بتاعه يا جماعة يطلع الأجنحة بيطلع الديل شعر الرش بتاع الصدر بتاعه والرج بتاع الضهر بتاعه بيطلع وشكل الدماغ بتتغير تماما زي ما حضراتكو هنا شايفين هنا البط ده مقفل معاي يا ريش لو انتم لاحظ هو هتلاقوا الأجنحة بتاعته كلها مكتملة ما شوء الالله الرأبة بتاعته مكتملة السدر بتاعه مكتمل الدل بتاعه مكتمل لو لاحظته هنا حدا يقول لي طيما فيه هنا عندك بطتين تقريبا مومش مكتملين هقول لكم ليه النتاية يا جماعة بتقفل ريش بدري عن الدكر يعني النتاية بتلاقيها ما شاء الله بدقة ان هي تكسي بدري بدري من ناحية السدر والضهر والرقبة والديل حاجات دي كلها بيطلع فيها الريش بدري عن الدكر الدكر ممكن يقعب معاكل شهرين شهرين ونص عالم ما بيقفل الريش بتاع الضهرية زي ما حضركم شاهدين هنا في دكر اسويد هوت لسه الضهر بتاعه مكتملش وهنا برضو في لسه برضو دكر تاني هزة من حضراتك شايفين اللي هو الأبيض في اسويد دوت لسه برضو الضهر بتاعه مكتملشي وعاوز اقول لكم حاجة كمان بخصوص التريش بتاع البط ما تفرحوش ان البط يريش بدري ما تفرحوش بالموضوع ده لان البط لما بيريش معاك بدري كل الاكل اللي انت بتدهوله او كل الغزا اللي انت بتدهوله بتلاقيه دخل للمرحلة اللي هو الرش بتاعه بيكل الغزع. دايما بنصح الناس كتيرا جدا بتيجوا تقص البط. شايفين طبعا دي طبعا البط دا يا جماعة دوت الامهات والذكورة اللي بيطلعوا عندي الانتاج. ما شاء الله. نفس الخلطة اللي انا حطاها هناك حطاها هنا عيش وعلى فروز برضو هنا برضو حتى نفس الموضوع. تمام? فانا عاوز اقول لكم ما تفرحوش ان البط يقفل معك ريش بدري. ناس كتيرا جدا بتوعفو الغلطة ديت وهي غلطة ان هي تقوم شدة الريش بتاع الدل بتاع البط او تشد الاجنحة بتاعته تقول لك علشان البط يملى معايا. دي اكبر منظومة غلط او اكبر حق غلط انت بتعمليها. لان شدة الريش بتاعت الجناح او شدة الريش بتاعت الدل بتاع البط دوت. ده انت كده بتاخد جميع العناصر الغذائية اللي هو طول الفترة من اول يوم لحد اليوم اللي انت شدت فيه الجناح او الدل بتاعه بتاخد كل حاجة اي غزة بيبقى موجود فيه. فانت طبعا بتلاقي البطة مع لما تيجي تأكلها تتلاقي البطة ما بتزيدش معاك في الوزن لحد ما بتبدأ ان هي تطلع ريش من اول وجديد وتبدأ بقى ان هي بقى تملى بعد اكتمال الرش بتاحها. تمام فما تعملوش العاملة ديت علشان العاملة دي بتخصارك اكترا جدا 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 جدا. شايفين هنا اتذكر ده بسم الله ما شاء الله عمره شهرين ونصر زي ما انتم شايفين. ما شاء الله لو لاحظتوا عليها تلاقيه وزنة ايل وكمان الرش بتاعه لسه مقفلش. طيب ده كده صح ايوا عينا الصح وكده كويس جدا جدا. انا ما نش عاوزة حتى ان هو يقفي الرش دلوقتي خالص. ليه? لان البط معاك. كل ما بيقفي الرش كل ما الغزة بتاعه بيروح. يعني الغزة بتاعه بيطلع في الرش بتاعه. وبتلاقي البط يعاني كده ما مقوطة ما فيش فيها حاجة. اه الدكورة او النوتي اللي هي بتلاقيها اللي رش بتحت اخر شوية بس بتلاقيها بتلاقيهم كده وزنهم تقال في الوزن. بيديك وزن زيادة. فده بيبقى من الاحزن. فما تفرحوش ان البط يقفل معاك رش بسرعة. تمام كده? طبعا هنا زي ما انتم شايفين اغلبية الدورة دي كلها نوتي. يعني اغلبية الدورة اللي عندي دي كلها. كلها ما شاء الله نوتي. كل اللي فيها اربع دكورة. يعني ما شاء الله هما دولة اللي طلعوا لي. الحمد لله طبعا طبعا مش كل دورة بتطلع دكورة كاملة. يعني عاوز اقول لكم الدورة اللي كانت الدورة اللي كانت راحة ديت كانت كلها ما شاء الله. والله العظم كانت كلها دكورة. بس طبعا يعني الحمد لله ما كانش لها نصيف فيها الحمد لله طبعا. اه الدورة التانية دي زي ما حضراتكم شايفين كلها نوتي مفيش فيها غير اربع دكرة فقط يعني مش كل دورة بتطلع زي التانية ممكن تخلف معاك ممكن تطلع لك دور البط ما شاء الله تتلاقي كلها تكورة ممكن دورة تانية تطلع لك او آآ رأدي تانية من البط يطلع لك نوتي يا فقا مش كل دورة بتطلع زي التانية تمام يبقى احنا هنا خلينا متفقين شايفين طبعا الدكر اللي بيأكل الاسويت دوت الفوق الصينية ده لسه ها ما قفلش ريش بس شايل معي يا وزن يعني ما شو الله اللهم بارك طبعا دي من الحاجات الكويسة جدا ان البط يأكل معاك ويتقل معاك في الوزن احوز 생각이 لكم هنا ان البط ما شو الله اللهم بارك، اللهم بارك شايل معي اوزن كويسة جدا 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 رغم ان انا بأكله بواي اكل البيت بأكلوا مثلا الروز البواي الروز اللي موجودة عندي بواي بطاطس ايش بطاطس آآ bibكلوا عيش بأكلوا مثلا ساعب حطلوا نسبة خضرة بس والله العظام مش كتير برضو وعاوز اقول لكم ان انا لحد دلوقتي برده سمك يعني الخضرة والسمك لسه مبتدتش معاه نهائي تمام فطبعا طيب احنا من الدخل بواية اكل البيت دي من امتى بتدخلها من شهرين من شهرين تبدأ اول ما البط يبدأ ان هو يقفل معك ريش تمام تبدأ ان انت تحط بقى كل حاجة فيه ناس بتقعد تستنى لما البط يريش خالص والريش بتاعه يطلع وبعد كده تحط بقى اللي انت عاوزان حط بقى ارمي بقى عندهم كل ان انت عاوزك بقى بواية اكل بيت رز سمك خضرة تنضيف بطاطس تنضيف طماطم اي خضار موجودة عندك منتش محتاجة في التلاجة حطوله ببط هيكل مش هيقول لك تمام فطبعا ده بيبقى بعد المرحلة بتاعت التريش تمام طيب انا هنا زي ما حضراتكم شايفين يعني ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك انا هنا بحط لهم ايه انا هنا بحط لهم عيش وعلف واحد وعشر في المية اللي هو العلف الخشن العلف نامي علف نامي واحد وعشر في المية خشن تمام طيب من اول الدورة بتاعته البط بتاعنا احنا بنأكله او بنأسسه على ايه انا بأسسه عشرين يوم على علف صافي او علف باع رز انا الدورة دي زي ما انتو زي ما نزلت على القناة مع حضراتكم كانت متأسسة واحد وعشرين يوم كانت متأسسة معي شهر كامل على العلف وكانت متأسسة معي على الرز العلف والرز والعيش المبلول طبعا كلكم فاكرين دورة البط دي زي ما حضراتكم شايفين وصلنا الاوزان كويسة جدا هنا برضو الفراخ البلدي ما شاء الله تأسيس كويس جدا جدا للفراخ واتكبريها بدون مجهود وبدون علف وبدون وجع دماغ هنا انت بتأكل ايه مشاهدة انا هنا بحط بواق برضو الرز اللي بتبقى موجود عندي او شوية عيش متقسرين او متفرولين كده نعم خالص مع شوية علف نسبة من العلف بس ده دوت اللي انا بحطه ليه الفراخ بتاعتي وتقريبا كده زي ما حضراتكم عارفين ان اندورت برضو الفراخ دي كانت بتنزل على القناة وكانت دايما بحطولهم الرز بالشعرية رز بالشعرية ده كان بيبقى كويس جدا لهم وكان بيخلي الفراخ معايا ما شاء الله انا عاوز اقول لكم بس ده خسارة يعني اللاطرية والله العظيم ما صورتش معايا انه انا بحطف لهم شوية الرز بيأكلوا حبة الرز قبل العلف ده من الحاجات الجميلة لو زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله اللهم بارك الفراخ دي داخل على شهرين اهي ما شاء الله اللهم بارك ما اكلفتش معايا حاجة ما اكلتهاش علف كتير وما شاء الله وكمان دورة الفراخ التاني حطاهم معاه فماشاء الله برضو عاوز اقول لكم ان دورة الفراخ دي اغلبتها ديوق وبردو يعني مش كل دورة الفراخ بتطلع رأد او اي حاجة بتطلع رأد بتبقى كلها نطي او دكرة او بيبقى الاتنين مع بعض سعب بيطلع ده او بيطلع ده فدوت طبعا نصيب دي حاجة مكتوبة وحاجة من عنده ربنا ملناش دخل فيها ازا كان ده ولا دوت فده رزق طبعا ربنا بيرزقنا بيه تمام زي ما حضراتكم شايفين طبعا برضو الفراخ من التأسسات المهمة دي دي ان انت تأسسها للبيض اول حاجة تديها فيتامينها تديها املحها الكلسام بتاعها تديها نسبة من العلف لو انت عاوز تأكل علف صافي ما فيش اي مشكلة ممكن ان انت تقدر تأكل علف صافي هنا طبعا دي دورة البط زي ما حضراتكم شايفين هي ديت اللي مقفلتش معايا ريش لحد دلوقتي ديت لسه الدورة دي جماعة 3 اعمار ولسه زغيرة يا مهاش كبيرة يعني شهر ونص وشهر تقريبا و3 اسابيع دلوقتي تمام فماشاء الله اللهم بارك الشهر ونص هوت بيكمل معايا ريش الاجنحة بدأت انها تظهر والرش بتاع الرقبة خلاص والدماغ بدأت انها تغير والدل كمان الرش بتاعه طلع انما طبعا اللي هي اقل منها في العمر بدأ الديول بس تظهر عندي في الريش فده طبعا من الحاجات الكويسة جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين حاجة كده جميلة جدا هتأكل طيورك وهتعلي فيها وهتخليها زي الفل بدون تكلفة وبدون اي حاجة وبحاجات بسيطة جدا وكده طبعا اكون اخدتكو ازاي تفرق بين البطلي لسه بيقفل والبطلي مقفل معاك وبرضو هيدلوكو تاني البطلي بيبقى مقفل بيبقى مقفل ريش تماما بيبقى الاجنحة بتاعته طالعة وبيبقى كل حاجة بتبقى موجودة فيه الرش بتاعه كله بيبقى طالع وظاهر البطلي لسه مقفلش ريش زي اللي حضراتكم شايفونه دوا بيبقى لسه بيبدأ الرش بتاعه يطلع الرش بتاعه يطلع تمام وبرضو عاوز ااكد عليكم بلاش ان انتو تشدوا الاجنحة والديول علشان الموضوع ده بيقصر على البط بيخلي البط حتى لو انت بتاكليه على فصافي ما يكبرش معاك ابدا يفضل البط معاك وصغيرهم اروض فبلاش ان انت تشدي عاوز ان انت تغزي يبقى تمسكي الجناح كده اول 3-4 رشات ومقصاهم او تقص الجناح بالمقص لكن ما تشديش ما تشليش